أكبر تجر خشب في مصر أيوا مالو يعني هل هو أنتم ممكن تركزوا معاه شوية؟ مالو مالوش، افتقرتك تعرفه وقابلتي فين وعرفتي إزاي؟ قابلت ابن علاء صدفة أخذ رقمي ولقيته فجأة بيكلمني وبيقول لي عايز يخطبني يخطبك؟ المفعوصة لسه متلاقيتش من البيضة عايز تتخطب؟ ما تستنى يا سامح، انت على طول كده مش ما نفهم منها؟ نفهم إيه؟ أنا بنتي اللي هتتتجوز ولا هتتخطب إلا ما تخلص تعلمها إيه المشكل؟ ما تكمل في بيت جوز؟ بنات كتير قوي بيعملوا كده برأي يا ميرفا؟ وأنت ناس اللي بنتك في سنوية عامة؟ يعني مفهود ما تركزش غير في دروسها وبس بتقول لك غاني، معاه فلوس يعني هو اللي حيشيل هو إيه اللي يشيل؟ وانتفكرة نحق بالحاجزة كده؟ وبعدين أنا بنتي غالي عندي جداً ويوم ما تتجوز روح بين جوزها، لازم تروح بإيماتها وبعدين ده أنا حط إيدي في إيده إزاي؟ أتكلم معاي إزاي إحنا في الظروف دي؟ ده أنا كسف أعزمه في العشة اللي إحنا عادلين فيها دي بيني وبينك، أبوكي عنده حق عايزك تركزي في الدراستكستاناتي وتجيبي مجموع كبير قوي إحنا مش نقصينك إنتي كمان؟ أخوكي بنتفعله دم قلبنا في الكلية الخاصة انسي الموضوع ده خالص هو ده باختصار الموضوع، وعايز أخد رأيكم أعمليه أكمل ولا؟ إيه؟ مفعوسة؟ بلوكي يا حازم، إيه مفعوسة دي؟ شايف نفسك بتكلم عائلة قدامك ولا إيه؟ لازم تعرف أن 18 سنة من جيلي تعمل 30 سنة من جيلك آه، ده أنتو كنتو بتلفوا شريطة الكاست بالإقلام الفرنساوي ولعبت بابجي وانت عندك 30 وإنتي كمان يا شيري بلوك وأي حد هيطول لسانه بعد كده هيخد البلوك المتين شوفت الجنان وصل لحد فين؟ ده عاملة فيها رضوة الشربيني شو رضت لأبوها ومها فضحت نفسها هل بيت ديمالهاش كبير ولا إيه؟ لا يا حبيبتي كبيرها عندها وبيشوف الليها بتعمله وبيعمل لها لايكات وبيبعط لها قلوب لا بتتكلمي جد؟ هاريسود أبوها انضاع الصفحة وأنا قولي الإرسال حلو ليه في المنطقة أيتاري الاريا الوصل لحد فوق فريدة، أنت فين يا فريدة؟ ما الصوت اللي عندك ده؟ دي دي بنت خلتي أمها وحشيتها فجأة قلت تيجي بعيال عشان يقرفوني فريدة دلوقتي هكلمت بعدين فريدة بتشرب سجايا، فريدة بتشرب سجايا فريدة بتشرب سجايا فريدة الكلام ده صح؟ بنت شماء في أي حد يدخل على حد كده؟ كيف زين أعملك هي؟ أنا خبطت لك على السطرة وأنا داخل هي الدخن اللي في الأودة دي ما عرفش تلاقي الجران؟ طيب أقفلي يا أختي الشباك بدل ما تفتصي وأخلص منك ومعمل لنا لقمة عشان معها ضيف برا نعم وجل لك منين بقى إن شاء الله تتصرف يا أختي ويروح عند عماتك استلف بالطن وخارط الجبنة وقطع عليها قطايا وخارط وواحنا هنشحط كمان في الأكل ما أنت لو بتتعل لا فابوكي وبدل الفلوس اللي عمالها ترميها على الأرض في السماتر اللي أنت بتروحيها تتوفرها للطفح اللي بتطفحيه ما كناش حت للأكل بس اعمل إيه؟ ربنا بتلعني بيكي بو ما زيامك